السلام عليكم. كيف ما شفتوا واخا أنني حطيت الفيديو ديال اللي كان نهضر فيهم على هدوكل الفيء دوكل السكامرز اللي كي يأخذوا الناس الفلوسهم بدعوة أنه كيكون واحد استثمار ديال الفلوس معهم ولا عملية شيراء ولا كدروها تشيب أسماء ديال ديال شركة ديال الإي كوميرس كبيرة. راكين الفيديوهز ديالي غنوريكم دابون ديال الباقتش ديال الإكران. حد الفيديوهز اللي كان نهضر عليهم عندي في اليوتيوب ديالي. للأسف الوبجيكسي ديالي كان نفرش حطيتهم أنه الناس يشوفوهم يقلبوا على الأقل قبل ما يطرى لهم المشكل. هذا أول فيديو. ولكن باقي الحد الساعة كي يجوت علي قصد الناس اللي مشكلت لهم الملايين. مشكلت لهم كالي مشكلت لهم ما بلغ. ما بلغ أقل من. أقل من عشر اللي فدرهم ولكن المجموع ديال ذاك شي كامل راوصله. مبالغ كبيرة بزاعة في هذا الفيديو هذا. عرف درهم. هذا اللي كنت وريت فيه هدوك الموقع اللي خدامين بيه. السيستام ديالهم بش خدامين. وللأسف. تلتمية وستين كومنتير. أغلبية ديالهم راشي تلتمية ولا. الناس اللي مشاولهم الفلوس. تخيلوا. يلاقي كل واحد مشات له. مينموم خمسمية درهم. شحالت الفلوس راها هنا يا مشات. ما عرفتش. كان لي. كان لي الحمد لله ماشي كل شي مشالهم. كان لي شافوا الفيديو قلبه قبل ما يرسلوا فلوسهم. والحمد لله عاونهم الفيديو باش أنهم ما يرسلوش الفلوس وهذا. باقي كيجوا تعليقات ديال هذا. ديال ناس اللي مشالهم الفلوس وهذه. ولكن بغيت نشرح لكم واحد القضية اللي حاضرين عليها بزافت الناس في الويب ولكن ما كانت شي مشكل في التذكير. هاد المسألة ديال انك أصلا هدوك اللي جينا نشوفه الاصل ديال هدوك الناس باش مشاول اللي عند هدوك الكتابة وعطاوهم فلوسهم وذك شي. منين بدا الاصل ديال هاد شي كله؟ بدا تسعين في المياه ديال الحالة بدا من كيشفوا واحد الإعلان ديال العمل عبر الانترنت. كل شي كل شي شفستل بعض الإعلانات. الناس شنو كيقولوا تسعين في المياه شفوا إعلان ديال العمل عبر الانترنت. إنسان ما عاش تشي حاجة. عنده يمكن شي مبلغ. وبغي بغي أنه يبدأ يخدم في الانترنت بيدخل الفلوس وهذا هو مشروع. يعني هو مشروع اللي مزيان كنشجع عليها للناس. الناس ديالي كاملة كنشجع عليها. كنشجعهم عليها. أي واحد جاسوه لني كنقول كنوجهه للطريق الصحيح ولكن الهدف ديالي في هاد الفيديو هادا هو نشرح لكم أن هاد طريق ماشي هو صحيح. هاد طريق أحب يشوف إعلان. كيقول ليك هاد دخل مية الدرهم في النهار. الدخل مية سيل في النهار. أددري لاترجمة. غددر الشراء والبيع. غددر Ecommerce. غددر. كان هادران لديك الناس اللي يخدمو هاد المصطلحات. باش يجيبو. باش يجيبو الناس اللي غاد يسرقوهم. باش منتقول شغاليكم بزاف في هذا المقدمات سوف ندخل في الموضوع الموضوع ديالي هو الفريلانس الفريلانس كنشوفه أنا يعني هذا الرأي ديالي وكل واحد حر في الرأي دياله كنشوف أنا باللي الفريلانس هو أفضل النقطة يبدأ منها المبتدئ اللي بغي يدخل فلوس من الانترنت أفضل نقطة انطلاق هي الفريلانس بالخصوص واحد اللي ما عنده شي مهارات واعرة بزاف ولا عارفي أساسيات ديال الشي دومين ولا عنده مهارات مزيانة ولكن الهدف دياله مشي الربح السريع الهدف دياله مشي يعطي لشي واحد مئة درهم باش ترجع له 500 درهم مادي ما كايناش أنك تعطي لواحد 500 درهم باش يرجع لك الف درهم تعطي لفين درهم ويرجع لك خمسة ألف درهم هاد الشي هادا أنا دربت في الانترنت الحمد لله من الفين و اعتذر دربت في الانترنت اكثر من عشر سنين من الفين و عشرة الفين و حضاش هذا هو الوقت الفعلي فوقش بديت كان نقلب في الانترنت نبراحنا لالفين و عشر و عشر سنين زيدوها أربعة اعتذر بدأت تعلم الفريلانس تتميه صادر ولا اللي كان ولكن ما كاينش الربح من الانترنت الربح من الانترنت ما كاينش للي مبتدئ باش مايتفهمش كلامي غلط كاين الربح من الانترنت الواحد اللي بروفيسيونيل بروفيسيونيل كيعرف يدير شي ناشاط دايجو عنده الفلوس كيعرفي ملتيبلي الفلوس يضاعف الفلوس عن طريق الاستثمار في الاسهم عن طريق الاستثمار في شي حاجة ولكن واحد مبتدئ في الانترنت معمر هدخل شي درهم من الانترنت يجي يقول لك بغيت ندير الربح من الانترنت ما كاينش هاتي ما كاينش بكل بساطة ما كاينش نكدب عليك نقول لك هامل ينسو شي باش جي بره بح من الانترنت كاين تخدم ادخل فلوسك وهد الشي احتفظوا كل الناس اللي كيسميوها الربح من الانترنت راها غاكي يخدموها باش يجيبوا باش يجيبوا الترافيك اللي فيديو ديالهم واللي كونتوني ديالهم وصافي ما كاينش تاكنيكلي ما كاينش الربح من الانترنت راها نشرح لكم علاش طبع علاش كاينقول بان الفريلانس هو افضل نقطة يبدأ منها الواحد اول حاجة الريسك ديال الريسك ديال واحد يشفرك بهد المعنى هذا قليل بزار وخا كاينين كاينين حتى في الفريلانس الناس اللي كيقدموا راسهم على اساس ناس ديال الفريلانس ولكن هما الوبجيكتيج ديالهم انهم يشفرك كاينين طرق باش انك تكتشفهم هي موضوع اخر ممكن ندخلوله في فيديو اخر ولكن الفريلانس الريسك دياله فاش كنقول ما كانش الريسك بهد المعنى هي انه ما غديش يطلب لك واحد الفلوس كل مرة يطلب لك واحد الفلوس ولا غدي يطلب لك الفلوس هتعرفوس كام صفات تبعد منه الفريلانس هو واحد المهارة غالي تبداها واحد السكيل واحد الكمبيتنس غالي تبدأ تعلمها سواء اللي تبدأ تعلم الكتابات التدوين اللي تبدأ تعلم الترادكسيون تبدأ تعلم الأكسيل تبدأ تعلم كيفاش تصاوب البرزونتاشون باوربونت تبدأ تعلم الجستيون بزعف ديزاين الويب ديفلابمنت بزعف ديال الحوايش تعلم تختار منهم حاجة واحدة اللي مزيان فيها بغيها وتبدأ تعلمها هادك التعلم هادك إلا درته بوحد طريقة منهجية غادي في النهاية دياله ولو في المنتصف دياله غادي يوصلك المرحلة ديال أنك تقدر تبيع ذلك الشي اللي كتتعلمه وخلتها باقي كتتعلم تقدر تبيع ذلك الشي اللي واصله في التعلم وأنه نخضر عليها من بعد هذه استراتيجية اللي كان خدمت بيها أنا وباقي كان خدمت بيها ولا أنك التالي ديال لفترة التعلم ديالك واسبت دخل الفلوس من الانترنت من الفريلانس الفريلانس شنو هو باقي عندي واحد كنت كتبت واحد الكتاب مجاني بالعربية اسميته الدليل الشامل للعمل عبر الانترنت هنشوف الشرع عندي هنا كنت كتبتوه وزعتوه على الناس مجانا اللي بغاه يكتب لي يحط لغي الإيميل دياله اللي يكتب لي في الكومنتر يخلي لي الإيميل لنصف طلول الكتاب ما رحش عندي هنا ما بغاش يخرج ما قلتش على التيتر دياله مهم الكتاب ديالي هدرت فيه بشكل أساسيات ديال فريلانس شنو هما شنو المواقع اللي كاينا شنو المهارات اللي كاينا كيفاش عمناك التتعلام وذلك الشي كامل هاد الكتاب كان نصح به اي واحد مش اللي اناني انكسبته ولكن انه بزاف الناس تقريبا تسعمائة واحد قراء وبزاف الناس اللي عجبهم أعطوني تعليقات مزيانة عليه يالك بطاهم الأساسيات اللي باس باش يبدأوا وباش يفهموا الضمع دونك هاد الكتاب من بعد قلتكم غيرتخليوا لالإيميل ديالكم في الكومنتر انا نصف طولكم الحاجة اللي بغيتم شرح هي أنه من بين لواء من مواقع ديال الفريلانس كان هادا upwork.com هادا upwork.com فيه بزاف ديال واحد كان حسبهم في تقريبا الفين جواب اللي كيتحت فيه كلنها الفين خدمة كتحت فيه كلنها هذا فيه كلن لغات فيه حواج العربية قلال حواج الانجلي بزاف حواج الفرنسي تاوما كاي النسبة منهم مزيانة لغات خورها الإيطالية وذيك شي كامل ولكن الفكرة هي أنه هاد الموقع خاص يكون عندك واحد المهارة كتتقنها خاص يكون عندك واحد المهارة كتتقنها وستخل هذا الموقع وإلا كانت عندك الانجلي مزيانة مزيان ولا عندك غالباس ديالها كتتحاول تخدم الفرنسي لعندك يعني تخدم غير الناس اللي طال بين الفرنسي فقط ولا تشوف الموقع الأخرى اللي بحال هذا مستقل هذا كنت خدمت فيه هنا آيام من قبل هنوريكم البروفيل ديالي فيه خدمت فيه هالي شحال منعه ما بقت شدخلت له دخل له دفوع باش كنت حتاس فيه دي بروجي وهذا ولكن ما بقت شك نعطيه الوقت لأن أنا كان انفستي بزاف الوقت في Upwork هذا Upwork هذا ونوريكم البروفيل ديالي في Upwork اهو بروفيل ديالي بالنسبة المستقل ما عارشوش غريد خليد بالكونت سوف يفتح غنوريكم ديالي مستقل كنت خدمت فيه هادي شحال هنشوف واحد العام 2016 تقريبا وكن جبت منه بروجيات مزيانين كفاش كنت في ديالي ههوما المعدل يكمل المشاريع فين هما البروجي اللي خدمت تقييمة ههوما ويم هنا يكين الأعمال اللي كنت خدمتها كنت كتب الكتابة كنت البحث الاقتصادي كنت 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 خدمت ميديا كنت خدمت فيه التحليل المالية هكت كنت كنت كنقراء عاد دونك الوبشيكيف ديال فريلانس هو كتمونيت زي المعارف ديالك ولي الوقص ديالك عندك الوقص كين واحد تخر ما عندوش الوقص وطبغي كنت تعاونو في تعاونو شي حاجة السوشيال ميديا ولا تعاونو في الكتابة ولا شي حاجة بحال لأنك غري تتلقى عندك واحد الحرفة يعني وخا ما تلقاش لك في الفترة اللولة لأنها صعيدة شوية في الفترة اللولة لأنك تلقاهم لما كانت لديك الإexperience لما كنت عارف كيف يخدم مولي سيت لما كيف تدفع للطلبات التي تكون عندها لحضوض الناجح لك شي كامل ولكن ذاك الوقت الخدمة التي تكون تصاوبها وانت تتعلم تصاوب البرتفوليو ذلك يعني دي ما غري تتسالي بواحد ل حلا نقول الوقت دي لك ما يضيع شي يعني غري يبقى عندك واحد البروضاكت اللي هو الاستثمار دي الوقت كله ما غري يضيع ش ماشي بحال أنك تضيع وقت مع واحد كيدر السميسو كيشفر السكامرز و تسحب النصب والحتيال بعد تلقى راسك خرش سوالوت وفلوس كلها أصلا مش عز و اللي بغى يبدأ يخدم في الانترنت ما يبقى تابع هادو كل عروض دي غد دخل 200 غد 1000 درهم في السيمانة غد دخل مكينش الفريناس الحقيقي اللي هو العمل عبر الانترنت الناس البروفيسيوني كيديروا فقط العرض دي الخدمة و شنو باغين و يحضروا معا و يشوفوا المهارات ديالك الانترنت ديالك و الكشي عاد كيستثفقوا الى السعر و هاي اللي كيكون عنده سعر واضح باللول كيقول لك شنو هو سعري ولكن كان طرق باش كتعرف واش هاد الناس سكامرز ولما شي سكامرز هاد المواقع اللي كانت بها الجوف فيها فاش كنت تقدرت الفيديو قبل كان بللي واحد جوب مزيان قدر نتفعل لها مثلا ولكن ما عش في الراح كان حوي جدا في هاد السيط هذا و من بعيد كيبال لك من جوب اللي ممكن يكون في الحضوض و ش من جوب اللي موتوق في يعني مشي سكامرز ها مثلا تقييمة دير هاد العامين مزيانة وخاصر في هات السيط مائة الف دولار هذا مشي سكامرز مائة في المائة مشي سكامرز هاد هاد هوا عنده خمسة نجمات خمسة نجمات خمسة نجمات لك يمزال دير الحضوض إلا تخيلته إلى هكين ألفين جوب في النهار النسبة دي 10% أو مثلا 20% قاعدة بغير نكبروها هما الناس نصبوا الاحتيال على البقية كي نعرف بزر دي الفرص اللي بعد المراز كيكونوا طالبين ما يلقاوش كيكونوا طالبين شي واحد ديبيتو مثلا ولا شي واحد اكسباك شي حاجة ولا ديفوش حالما نجوب نشوف ما كيكونش فيه الناس طالبين بزاف يلا خمسة دي ال أقل من خمسة الناس اللي دافعين الطلبة ديالهم فيه كم قا نشوف في أني واحد ببساطة ممكن واحد ياخد دوك الأعمال هادوك هادشي اللي كاين اللي بغى الكتاب الإلكتروني ديالي ديال العربية إنه ندي جوج عندي واحد بالإنجليش انشرته هادي مؤخرا قل من شهر والكتاب اللي ديالي بالعربية الكتاب الإنجليش دائرته تقريبا المارشي الانتغنسيون اللي كنبيعه للأجانب ما زال ما كملش فيه ولكن اللي نعطيه لكم مجانا غيخ اللي الإيميل مندي هاد السيسعو الثاني ديال 3S فريلانس فيه البلوغ ديالي كان هضر فيه على عندي البلوغ هنا كان نكسب فيه ديال ارتيكل على الفريلانس ما زال بغي نطور انشاء الله هاد الشي هاد وندير كوميونيتي ندير شي حواج اخر ها السي 3S فريلانس 3S فريلانس بوان كوم اللي بغا احتروا يشوفوا اللي عندهم على الانجليزي نصحو يشوف هنا كل امر اللي ارتيكل هم شي حاجة شي ضمان وهذا هاد السي ديالي لان انا كان ديال فريلانس وان بغالي بديت كان خدم في digital products في المنتجات الرقمية المخصصة للنيتش ديال الفريلانس اول حاجة عندي تقريبا هي هذا الكتاب هذا الكتاب الانجليزي the same scope strategy كان شرح فيه استراتيجية اللي خدمت لي وصلت من صفر حتى 820 كليون online و هذا بغية ما زال نزيد ان شاء الله هنا شي منتج رقمية اخرى ديال الدلائل مثلا ديال كيف تدير هذه كيف ترقى أول عامين شنون نزيد فيهم حوايج زوانين ديال النما ديال التمبلت كيف باش تخدم حوايج اللي ينفع الفريلانسر و هاتش اللي كان إلا كانت كم شي سؤال بخصوص الفريلانس ولا مرح بخليهم اللي التحت في الكومنتر و نلتقي ان شاء الله في شي فيديو آخر قريبا